مرحبا بمشتركي سابورانات باش ننطلقوا على بركة الله في إصلاح بعض الفروض التأليفية في مادة الرياضيات لتلامية سنة التاسعة أساسي بو نعرفوا انه تلامت نوفيان باقيني حضروا المناظرة ختم التعليم الأساسي هذك علاش دونك يجب انكم تتبعوا فيديوهات سابورانات الخاصين بمعناها الثلاثي الأول وان شاء الله هنهبطوكم المناظرات تباعا بتباعا بعد ما نكملوا البرنامج لكامل السنة نبدأ بالتمرين الليني واللي هو أضعوا الإجابة الصحيحة في إطار ولا أختار الإجابة الصحيحة أعطيني أربع إجابات أربع اقتراحات لهنا إذن لهنا وسنبحث عن الإجابة الصحيحة نبدأ بالمقترح الأول أعطيني عدد كبير هو جنيرال مو في الأسئلة هذو ما بش يعطيني عدد كبير عليش عدد كبير بش معانتها نشوف أنا قابلية القسمة على عدد هذا مغير ما نعمل عملية القسمة الأقليدي معانتها بش نطبق القواعد بين سيوغ اللي شفناها في الكور في الدرس بتاعنا وإحنا السنة التاسعة أساسي معانتها فيما قواعد شفناها في الست يام فيما قواعد شفناها في الويت يام وقواعد اللي شفناها في النوف يام إذن العدد هذا هل هو قابل القسمة على ستة على اثناش ولا على خمستاش شو معانتها قابل للقسمة على ستة؟ نسميه A هنا A قابل للقسمة على ستة عندي شرطين لأنه هنا يلزم يكون Our 1 قابل لقسمة على أثنين قابل القسمة على ثلاثة A قابل للقسمة على إثنى عشر عندي كيف كيف شرطين وقابل القسمة على ثلاثة وقابل القسمة على اربع نرد وبينها أثناش اروا مش اثنين وستة يلزم يكون قابل القسم على الثلاثة ولا اربعة ولم ياند hariما همو الشفي اوليان فيما بيننا وقابلية القسمة على 15 يجب أن يكون قابل القسمة في 1 على 3 و 5 هذا هو صغير ونرى العدد متاعنا قابل القسمة على أي عدد هو رقم الأحد متاعه زوجي إذن هو قابل القسم على 2 هذه شيء وارتحنا منه ونرى قابلية القسم على 3 يكفي أن نجمع مجموع الأرقام ونرى 1 مع 5 هذا هو مع أسفار إذن مع 7 مع 3 مع 1 كم يسوي هذه؟ وخمسة 15 16 20 يسوي 21 إذن هو قابل للقسمة على 3 إذن قابل للقسمة على 6 إذن الإجابة الصحيحة إذن الإجابة أ هو قابل للقسمة على 6 هو ما قليش لكل سؤال واحدة من بين الإجابات الثالثة صحيح أضغم ما غير ما نكمل نشوف قابل القسمة وهو قابل القسمة على 5 وهنا مع قابل القسمة على 15 ما تتحققش وقابل القسمة على 12 يكفي أن نشوف هنا العدد ذاية الـ 14 وهو غير قابل القسمة على 4 إذن غير قابل القسمة على 12 تعدل المقترح الثاني العدد القيمة المطلقة لجدر ترباعي لاثنين إلا ثنين يساوي القيمة المطلقة لإكس يساوي إما إكس وقت وقت لتبدأ الإكس موجبة وبيان إلا إكس وقت وقت لتبدأ الإكس سالبة هم مع انت مثال أنا القيمة المطلقة لـ 5 أريد ان تكون موجبة عدد موجبة يبس لك إلا ثنين داخل القيمة المطلقة بتبع هذا هل هو موجبة أم سالبة أم سالبة أو سالبة ام لخاطر جدر الترباعي الثنين هو حسب تقريب 1.4 مزال معنات الأعداد ولكن 1.4 أصغر من 2 إذن جذر تربيعي ل2 إلا 2 مش تكون سائل بقى إذا القيمة المتقل جذر تربيعي ل2 إلا 2 هي يساوي إلا جذر تربيعي ل2 إلا 2 شو معتها هنا؟ معتها 2 إلا جذر تربيعي ل2 معتها هنا ينحلها هي إلا جذر تربيعي ل2 مع 2 أنا خاطر إلا وإلا بسولي معها وبما أنه عملية الجمع عملية تبديلين إذن هنا 2 إلا جذر تربيعي ل2 الإجابة الصحيحة هي الإجابة سي نتعدل المقترح الموالي ليكون إكس عدداً حقيقياً حيث جدر تربيعي لإكس إلا واحد قوة 2 هو 4 يعني طيبش يبحث عن إكس لنه جدر تربيعي لإكس إلا واحد قوة 2 يسوي 4 شو معنتها لنه معنتها الهدية لهو الإكس إلا واحد شنوات نجمة تكون هي إكس إلا واحد نجمة تكون اذا 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 الحال الى عام 3 اذا الحال الحال وصل ثلاثة ولينك يجيني إلا أربعة إكس يسيبي إلا أربعة مع واحد معانتها إلا ثلاثة إذن الإجابة الصحيحة خمسة إلا ثلاثة وليه الإجابة أ المقترح الأخريني ليكون أو يجي معينا في المستوي دي منتصف بي أ حيث عاتيني الإحداثيات نقطة أ ونقطة بي يحبي لولي على إحداثيات المنتصف بتبيعة إكس دي هي إكس أ مع إكس بي على ثنين شو معانتها ليني معانتها إلا ثلاثة مع خمسة على ثنين إنها أربعة على ثنين إذن اللي هنالي هنالي بش تعتيني ثنين وإجراءك دي منية إجراءك آ مع إجراءك بي على ثنين شو معانتهاه لايعنى معانتها الثلاثة إلا ثنين أغانتها واحد على ثنين ضونك دي هي ثنين واحد على إثنين فل Пом지만 هي الإجابة الصحيحة ولك دونك هكي نكون قبل التمرين Walt без DI ومر للتمرين الثاني عاديني تمرين ليناء للتكون العبارة غير تانيةEN عاديني العبارة أ وعاديني العبارة بين أول سؤال هو أبين أن A يساوي وأن B يساوي هذا يتمرين كلاسيكي معانتها جنرال مون يبدأ ديما موجود دونك أنا أعطيني ال-A هي ديما موجود ولكن بتبيعها مش بنفس العدد أدوما ولا بنفس العلامية ما التمشي متاع التمرين دونك A هي جذر تربيعي لـ 45 إلا جذر تربيعي لـ 20 إلا جذر تربيعي لـ 4 هنا الـ 45 هذه النجم نكتبها 9 في 5 إذا جذر تربيعي لـ 9 في 5 كيف كيف العشرين النجم نكتبها 4 في 5 وجذر تربيعي لـ 4 لهو إلا 2 دونك هذي بشتعطيني جذر تربيعي لـ 9 في جذر تربيعي لـ 5 إلا جذر تربيعي لـ 4 في جذر تربيعي لـ 5 إلا 2 يساوي هذي بشتعطيني 3 جذر تربيعي لـ 5 إلا 2 جذر تربيعي لـ 5 إلا 2 يساوي 3 جذر تربيعي لـ 5 إلا 2 جذر تربيعي لـ 5 هي جذر تربيعي لـ 5 إلا 2 نحط لكم كلمات بالفرنسية متعمدة على خاطر ان شاء الله في السنة المقبلة باشتغلوا رياضيات بالفرنسية تبدأ العبارة بي يظهر للعبارة الأم ويهي بي يسوي With all the d5 إلا Height نحط لها الخطور جدر تربائي 5 في واحد مع جدر تربائي 5 في جدر تربائي 5 إلا جدر تربائي 9 إلا 3 يجري التربية إلى 5 وهذا يجري التربية إلى 5 إذا نجري التربية إلى 5 هناك اجري التربية إلى 5 إذا كانت بيينة A و B بطريقة سلسة و بطريقة صحيحة أستنتج أعصب في B ثم أستنتج مقلوب A و B سوف نعطيكم رمارك صحيح في صورة ما إذا ما وصلتوش للدو تستخدموهما أنا حضروه دجا أعطيكم في السؤال له تختموهما بشي مشيكم بقيتل التمرين صحيح أحلى شنو عنا A في B بش نعمل جدر تربيعي لخمسة إلا أثنين هذه A في B في جدر تربيعي لخمسة مع أثنين سولى فورما A موان B فوا A بلوش B دونك الفورمولة دية شفناها A إلا B ضرب A مع B يسوي A قوت 2 إلا B قوت 2 دونك شو نخفو بها؟ شو مش تعطيني؟ هذه بتعطيني جدر تربيعي لخمسة قوت 2 إلا 2 قوت 2 دونك خمسة إلا أربع يسوي حتش ما معنتها الهنية؟ معنتها مقلوب A هو A مقلوب A هو B أو مقلوب B هو A ثم استنتج مقلوب A دونك B هو مقلوب A فلا لخدر A في B يسوي 1 سؤال لقمة 3 أبين أنه ضرب B مع 1 على B إلا 1 يسوي A قوت 2 دونك كذي بشتحان نخدمها لاني شو بشتعطيني؟ بشتعطيني A في B نشر مع مع A في 1 على B إلا 1 دونك A في B اللي هي بيسير 1 مع A في 1 على B إلا 1 دونك دونك بشتعطينه دونك بشتعطيني بينك أجل احنا احنا بينا انه A في B يسوي 1 دونك ليهنى معنتها A يسوي 1 على ب هكو لدي دونك الواحد على B هنا مش نعاوضوا بال посмотр هنا بشتوالي عندي يسوي A في A اللي هي بتبيع A قوت 2 ولا هو يحب A قوت 2 وانا وصلت لل A قوت 2 ضمنها زوز تمارينات في تقريبا 10 دقائق مع التفسير مع التذكير بالقواعد نتعدى للتمارين الثالث في كيف يكثيف عبارتين A و B احسب A في حال كان X يسوي جذر لثلاثة و X يسوي جذر لثلاثة انا تو سمبل ما عندي A هي X جذر تربيعي لثلاثة إلا ثلاثة بش نجي نعوذ X بجذر تربيعي لثلاثة يسوي جذر تربيعي لثلاثة في جذر تربيعي لثلاثة إلا ثلاثة يسوي ثلاثة إلا ثلاثة اللي هي 0 وبش نجي نعوذ X بجذر 2 على جذر تربيعي لثلاثة هذه في حال X يسوي جذر تربيعي لثلاثة وفي حال X يسوي 2 على جذر تربيعي لثلاثة بش تولي A يسوي 2 على جذر تربيعي لثلاثة لما نكتبه في جدر التربعي لثنين السؤال الثالث استنتج تفكون كلمة العبارة B مع A B مع A شروع weitere لاجننا عبارة B X الا جذرة ثلاثة X الا 2 مع العبارة A X الا جذرة ثلاثة X الا جذرة تتتتعود VI لاحظ انه X الا جذرة ثلاثة و X الا جذرة ثلاثة و X الا جذرة تھarta حان نتعود و نخرجها كعامل مشترك يبقى لX الا 2 مع جذر تربعي لثلاثة voilà السؤال الموالي أوجد العدد الحقيقي 2x حيث xillah جذر تربعي لثلاثة x alors 2 مع جذر تربعي لثلاثة يوسي وشفر ��stream x hill Hitler territoriale letta dOur x Hill le 2 مع جذر تربعي لثلاثة يوسي وشفر يعاني هيد يوسي وشفر أو هيد يوسي وشفر x ill le 3 y treated x x Whebas or x hill ولا دونك هادي شو بشتاعتيني لولا بشتاعتيني انه اكس يساوي جذر تربيع الى ثلاثة او اكس يساوي اذا اثنين الا جذر تربيع الى ثلاثة هكي يكون كمل التمرين الثالث ونمر للتمرين الرابع وهو على ثمانية نقاط وهو تمرين في الهنسة دونك بش نقرأتون التمرين وبعد نصلحه مبعضنا ارسم مثلثا بحيث 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 يسوي عشر سنتيمتر وابي ثمانية سنتيمتر واسي ستة سنتيمتر ثم عين النقطة دي من ا بي بحيث ا دي يسوي ثلاثة سنتيمتر الموازي لبي سي والمر من دي يقطع ا سي في ا احسب ا ا ا و ا دي لتكون النقطة ا مناظرة ا بالنسبة الى دي وان مناظرة ا بالنسبة الى ا الموازي لام اين والمر من ا يقطع ا دي في اف بيان ان ام اين موازي لدي ا وان ام اين يسوي 7.5 سنتيمتر بيان ان دي منتصف اف اين استنتج البعد اف ام المستقيمين دي اين وام او يتقاطعان في اي بيّن ان اي 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 من يساوي اثنين اي اون انا نص التمريه انا بش نبدأ ان نخدم لكم فيه انتم ما تنجموا اذا كانت تحبوا معنى تخدموا وحدكم تخدموا وبعد تشوفوا الاصلاح اول حاجة بش نرسم امو ثلاثة ابي سي واعطيني الابعاد انا اول حاجة بتنرسم ابي اللي هي ثمانية سنتيمتر هذي هي قطعة المستقيم ابي بش ناخذ الابعاد الاخرى بالكمبار دونك عندي عشرة سنتيمتر اللي هي بي سي دونك انا بش ناخو عشرة الهنى ونحط الراس متاع الكمبار على البيه لخطر بي سي هي عشرة سنتيمتر ستة سنتيمتر نقاط A و B هذا المثال terribly سوف نصنع Aob المستقيم المار و الموازي لباسي و المار من دي يقطع اصي في او و اخذ العمودي على هذا العمودي و يمر من دي يكون موازي لباسي و لا مستقيم اضاعه اصي في نقطة اولا دونك ينقض الرسم هنا سوف نقوم بتطبيق نظريك الثالث احسب او 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 دنك ليني حيب البعض او 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 دنك بشي نطبقه ثالث ihnen شمش تعطيني بما ان بسي موازد لي او هلا دونك الهنا ود وك يتقاطعان في ود ب وك يتقاطعان في ا دونك انا اقلق نظري التهورم دوتالس دونك الهنا ود وك يتقاطعان في ا إذن الهنا حسب نظري اي طالس ايش نوع عنا ا ا على ا س يساوي ا د على ا ب يساوي د ا على ب نحاول نحط لبعض الموجودة ا ا ما عنديش ا س اللي هي 6 ا د اللي هي 3 ا ب انا اللي هي معلوم 8 د ا اللي انا ما نعرفيش على ب س اللي هي 10 ولي دونك من هذا المنطلق نجم نطلع ا ا ا و د ا دونك بش نخرج من هنا شو مش تعطيني 8 ا ا يساوي 6 الى ال دانك من هذا البرج من اكتب يساوي 6 في الثلاثة الى الان الجميع الان 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 نقوم بتعطيني اربعة. هالي الا او. تود د او. ثمانية د او. بش نختم هادو مزروس. يسوي ثلاثة في العشرة. د او يسوي ثلاثين على ثمانية. كيف كيف الهناكي نقسم على ثنين بش تعتيني خمستاش على اربعة. او او. لنضع او. ثمانية د او او. كيف تكون او? نقسم ننقطة مناظرة او. نقسم نقسم مناظرة او. لنضع او انها نضع او. ون مناظرة A بالنسبة إلى U بش ناخو مناظرة A بالنسبة إلى U بش تكون النقطة N أفوا دونك عديك هذي النقطة N دهني الموازي لMN والمار من A دونك بش نرسل الموازي لMN دهي MN موازي لMN ومار من A يقطع ND في F دونك هنا بش نحط الموازي لهذا المستقيم ويمر من A دونك يقطع ND بش نصور أنا ND بلو المغاير هنا دونك بش كل نقطة نتاعي يقطعها في F هذي النقطة F بي السؤال اللي هنا بيّن أنه MN موازي لدي دونك هي بيّن أنه MN موازي لدي دونك لهنا بش نخدم بالغيسي بروك دو تاليس معانتها النظرية العكسية لتاليس أنا عندي البعد دي M بما أنه لهنا D و A و M متناظرة تاني بالنسبة إلى D دونك دي M مساوي لدي A وكيف كيف لهنا E A مساوي لEN نجم أنا من هنا نطلع A E على A N يساوي دونك A E على A N بش تكون بتبيعة واحد على اثنين بما أنه لهنا E A E على A N بما أنه E هي منتصف A N و A D على A M كيف كيف يساوي واحدة على اثنين بما أنه D هي منتصف A M إذن A E على A N يساوي A D على A M هكو اللي إذن اللي هنا بتبيعة مش تعطيني حسب النظرية العكسية لتاليس مش تعطيني إنه E D موازن لM N وعلى لغيسي بروك دو تاليس ومن هنا دونك نجم نطلع أنا سأني على البعد اللي هنا هو مقالي يبين إنه متوازين واستنتج البعد M N دونك اللي هنا بش يكون هذا مساوي لدي A على M N دونك D E على M N يساوي واحدة على ثنين او دي E أنا طلعتها في التمرير في السؤال اللي قبل واللي هو خمستاش على أربعة دونك M N يساوي ثنين في D E مع أنتا ثنين في خمستاش على أربعة دونك اللي هنا بش تعطيني 30 على أربعة دونك الآن نستنتج اللي هي 7.5 دونك 30 على أربعة بيانسور هدي 7.5 سنتيمتر كي ولا باين ان دي منتصف اف ان يحبي باين انو دي منتصف اف اين شو معنطها الهنا معنطها دي اين مساوي لدي اف انا بشي نوريكم طالس فين بشي نطبقوها الهنا بشي نطبقها في هذا الشكل اف او 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 ا اوكي دونك الهنا مش تعطيني ده ايه على ده ايه يسوي واحد على ثمين والا دونك الهنا ده هي منتصف ان اف على خطر ده ام على ده ايه يسوي واحد على ثمين بما ان موازن لأ اف والا وام اين اف وام يتقطعان في ده اذا اللي هنا طالس نمشي عطيني مش اعطيني انو ده ايه ان على ده اف والا藤 احنا نلجم لأخو انا نخو ا ام على او دة لها اثنين وإلا ناخد AD على AM يساوي ND على NF يساوي واحدة الاثنين ND على NF يساوي واحدة الاثنين دونك د هي منتصف NF دونك استنتج البعض FM بما أنه AM و NF يتقاطعان في المنتصف إذن الرباعي AMP متوازي أذلع إذن FM يساوي AN هذي من بين الطرق دونك لنه نطرق متعددة ولكن أنا لن أختار الطريق هذي بما أن AM و NF يتقاطعان في المنتصف إذن لهنا طبيعة الرباعي الرباعي A N M F متوازي أضلع ببنه هنا F M يساوي A N وهنا البعد A N نرمالما طلعناه وبيع طلعنا عنا A E وعنا ال E N هذي عنتي معلوم السؤال الثالث المستقيمين D N و M E دي N و M E هذي هذي النقطة E بيّن أن E M يساوي اثنين E E أنا عندي هذو مزوز متوازي نجم نطبق نظريت طالس لهنا كيف 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 لهنا لدينا M N موازن ل D وعلا أنا بيش نطبق طالس لهنا شنو بيش تعطيني بيش تعطيني إنو لازمني نخدم بال M N خطر أنا البعد D E و D N وال N ما عنديش لذي هنا عندنا D E على E N يساوي E E على E M يساوي D E يساوي E M يساوي E M يساوي E M يساوي E M يساوي E E وعلا هكي نكملت نموذج أول في مادة رياضيات بفرط تأليفي اللي تنمي سنة التاسعة السيسي انتو ما كان عندكم دفور تحبوني نصلح للكم ما ليك مكان تبعثوه الصفحة صبورة نات وأنا نصر نهبط لكم الإصلاح بتباع قبل ما تبدأ جمعة الأسبوع المغلق